اشهد المجلس الاعلى لشؤون الاسلامية ببالغ التقدير والاعتزاز بجهود الاطباء البحرينيين في الحفاظ على سلامة المجتمع وصحته ودورهم الكبير في تحقيق الامن الاجتماعي للوطن واسهاماتهم المشهودة في مشروع التنمية الشاملة في البلاد بقيادة جلالة الملك المفدة حافظه الله ورعاه مثمنا في هذا السياق اعتماد الحكومة الموقرة اول اربعائنا من شهر نوفمبر من كل عام يوما لطبيب البحريني وتخصيص جائزة باسم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقرة حافظه الله لتكريم الاطباء البحرينيين المتميزين في البحث العلاجي وطبي تقديرا للجهود التي يطلعون بها وحرصا على تحفيزهم لبدل المزيد من الجهد للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم جاء ذلك في مستهل الجلسة الاعتيادية التي عقدها المجلس صباح اليوم عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية وفي سياق اخر ثمن المجلس عاليا القرار الحكيم الذي اتخذته المملكة العربية السعودية الشقيقة باقامة حج هذا العام 1441 للهجرة باعداد محدودة جدا للرغبين في اداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل السعودية وذلك حرصا من حكومة خادم الحرمين الشريفين على اقامة الشعيرة بشكل امن صحيا وبما يحقق متطلبات الوقاية اللازمة لضمان سلامة الانسان وحمايته من مهددات جائحة كورونا وتحقيقا لمقاصد شريعة الاسلامية في حفظ النفس البشرية باذن الله واشار المجلس الى ان هذا القرار الحكيم يؤكد حرص المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة السعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة السعود على اقامة موسم الحج واحياء هذه الشعيرة العظيمة وعلى امن قاصدي الحرمين الشريفين وسلامتهم كما يؤكد التزامها المسؤول والمشهود بدعم جهود العالم والمنظمات الصحية الدولية في محاصرة انتشار هذه الجائحة واكد المجلس ان هذا القرار المسؤول لا يأتي في سياق الجهود المشهودة التي تطلع بها المملكة الشقيقة على الدوام من خدمة الحرمين الشريفين والبقاع والمشاعر المقدسة وخدمة الحجاج والمعتمرين والزائرين ورعايتهم والعناية بهم وتذليل الصعاب التي قد تواجههم وتوفير الاجواء الامنة والصحية لهم ليؤدوا مناسكهم في يسر وسلامة بعد ذلك بحث المجلس عددا من التقارير والطلبات والرسائل الواردة كما بحث ما يستجد من اعمال واتخذ بشأن ذلك القرارات اللازمة ترجمة نانسي قنقر